اهلا بحضراتكم مشاهدينا في اول نشهة رياضية في العام الجديد 20-24 كل سنة وحضراتكم طيبين وان شاء الله يكون عام خير على الجميع خلونا نبدأ مع حضراتكم من عند اتحاد الكورة اللي بيفتح باب القيد الشتوي للأندية اليوم يفتح اتحاد الكورة برئاسة جمال علامة باب القيد الشتوي للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من شهر يناير الجاري للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات الجديدة لاستكمال الموسم الحالي الذي انطلق في سبتمبر الماضي وطلب اتحاد الكورة جميع الأندية بتسويت مستحقتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوي من اجل تدعيم صفوفها في هذه الفترة وده بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا وكان سوء الانتقالات الصيفية 20-23 في مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها وده استعدادا للموسم القروي الجديد 20-23-20-24 وكان السلاثي الصاعد حديث للدوري المصري المنتاز زاد افسي وبلدية المحلة والجونة أكثر الأندية التي أبرمت صفقات في الدوري المصري خلال المركاتو السيفي وفي المرتبة الثانية كان الداخلية والاتحاد السكندري واكتفى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري بإبرام ثلاث صفقات جديدة هذا الصيف وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة بينما دعم نادي بيرمد صفوفه بتسع صفقات جديدة استعدادا لهذا الموسم بينما لم يتعقد ندايا المالك والإسماعيلي مع أي صفقات جديدة وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين بسبب منع كلا الناديين من القيد ونروح مع حضراتكم بقى كده للكورة العالمية وموقعة نارية بين ليفربول ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي الليلة هيأخذ فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجمنا الدولي المصري محمد صلاح مواجهة قوية عندما يستضيف نيو كاسل يونيتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وتقام مباراة ليفربول ضد نيو كاسل يونيتد في تمام العاشرة من مساء اليوم الأثنين وده بتوقيت القاهرة على ملعب الإنفلد وهذه المباراة في الجولة العشرين من مصابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين وقدر الريتز ان هو يحصد بقيادة مدربه يورجن كلاوب اتنين واربعين نقطة وده كان من إجمالي تسعتاشر لقاء خادوا في الدوري الإنجليزي حتى الآن قدر ان هو يحقق اتناشر انتصار بالإضافة إلى ستة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة أمام توتنهام وسجل لعبه تسعة وثلاثين هدف واستقبلت شباكه ستاشر هدفات فيما خضن يكسل تسعتاشر مباراة بالبريمير ليج هذا الموسم ادر ان هو يحقق خلالها تسعة انتصارات بالإضافة إلى تعادلين وتلقى تمنه دائم ليحصد تسعة وعشرين نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسجل اللعبين سبعة وثلاثين هدف خلال هذه المباريات واهتزت شباكهم بخمسة وعشرين هدف ونروح مع حضراتكم للنادي الأهلي الأهلي بيؤجل ملف ضم مدافع جديد لتدعيم صفوفه إلى الصيف القادم استقرم سؤوله لجنة الكرة بالنادي الأهلي وده طبعا بعد التشاور مع السويسري مارسل كولير المدير الفني لفريق نادي الأهلي على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية القادمة باعتبار أن ضم مدافع جديد في أمريكاة والشتوي الجاري ليس أولوية لدى الجهاز الفني في الوقت الحالي وده طبعا مع وجود عدد من المدافعين القادرين على تلبية احتياجات الجهاز الفني خلال المباريات القادمة وأخيرا من نادي الزمالكة معتمد جمال بيجهز تقريرا باستفقات المطلوبة للزمالكة في مركاتو الشتاء بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالكة بقيادة معتمد جمال إعداد تقرير مفصل عن المراكب التي بيرى أنها تحتاج لتدعمات في الانتقالات الشتوية الحالية وده تحسبا لحل أزمة إيقاف القيد التي بيعاني منها الفارس الأبيض منذ بداية الموسم الحالي وطبعا قدراتكم عارفين أنها حرمته من التعاقد مع صفقات جديدة وأجبرت الفريق على بداية الموسم بالأسماء المتاحة أمامه لا سيما أنه أيضا تم إقناع محمد عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال وده من أجل الاستمرار مع الفريق وده في الظل النقص العددي الذي بيعاني منه فريق نادي الزمالك بسبب إيقاف القيد كي طبعا بنتمنى فيه أن سنة الجديدة كل أزمات الأندية تنتهي ونشوف دوري قوي زي ما احنا متعودين وده كانت أبرز أخبارنا في ناشتنا الرياضية انتظرونا ومزيد من تغتياط رياضية أخرى على موضوع اليوم وشكرا لحضراتكم